حلوة اخر حاجر ده هنا بيكلم عن التنسيق مع رابطة الاندية ولكن اخر سطر قال فيه ان جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه اي ملاحظة جمعية اللاعبين المحترفين اللي هي كابتن مجد مجد عمغاني رئيسها صح صح كده كابتن مجد رئيسها لم توجه اي ملاحظات للاتحاد المصري طوال الفترة الاربع عوام الساعة جميل الكلام ده اتحاد الكرة ده عمغاني اعلان احنا كنا فعلا منتظرين ان يبقى فيه بيان مشترك ما بين التحاد الكرة والرابطة الاندية عشان ترد على يعني عاوز اقول البيان برضو الصادم من لجلة المحترفين وربطة المحترفين بالنسبة لللاعبين بأمانة شديدة طبعا الرؤية واضحة ومش بحتاجها تعليقها اعتقد التحاد الكرة سعب في بيانه الجزية مهمة جدا انه ركز على موقع اللاعبين اللي هو التبادر الانتقال انه ركز عليك ده عنديهم التمس بتاعهم فيه مشكلة مش واضح الرؤية بالنسبة له استخدم شكل مختلف فيه ده اللقطة اللي ركز عليها لكن التحاد الكرة يعني في بيانه ما وضحش لهو قال عندنا قضية او قضيتين او ثلاثة حتى هم مذكرهمش يعني هي الواحد اثنين ثلاثة طيب قال كمان انه عنده اجراءات التقاضي يريت يقول لها انه هي بس اجراءات التقاضي اللي موجودة في التحاد الكرة عشان الناس تتقاضى وترفع عليها اضايا او شكوها ضيب لو اتكلمنا على مجمل القضايا كابتن اسلام في الفترة دي مقارنة بالقضايا القديمة لبعض الانديا الموجودة في الدور المصري ربما تكون مش طرف الاتحاد الحالي صحيح يعني مقارنة باخر اربع عوام بالقبل لا القبل اكتر يعني ما انه في حاجات بتتجدد دلوقتي ما حاجات قديمة 2017 و 2015 و 2014 و 2016 فبتظهر ايه ملامحة اتقال كلام والاتحاد الدولي يعمل ياخد قرارات في المسألة دي لكن من خلال هذا ما هي الحلول اللي التحاد الكل اقدمها في البيان يعني هيعمل ايه عشان يصحح هذا المفهوم هو رفض ورافض هذا الكلام ارفض زي ما انت عايز ان هو ممكن يصدمك اكتر ان هو يروح منزلك ها كل جمل القضايا يعني لو ربط الربط تبعت في انكيد هتعمل كده هتفكر هتقوله ادي وقع اضاياك اهو اضبط خمسين تلاتين اربعين حصل واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين هيعددلك الحدوتة لكن هل انت كنت منتظر كاتحاد وكمسؤول عن اللعبة حتى يصدر بيان بهذا الشكل وهناك من حولك نشوف الوضع يعني اللي بيحصل في الدور السعودي وتطور المذهل والرهيب والنقلة اللي هتتم خلال السنوات الجاية باستقدام يعني عاوز اقول عن مالقة اللعبة لو شكوا على ايه توديع المستطيل الاخضر يعني طبعا دخ اموال رهيبة وكبيرة جدا لانه في خطة هدفها ربما لا يتحقق لان يتحقق مستقبلا نعم انت هل انت وضعت ما يحافظ على حقوق اللاعبين المحترفين ولا جانب هل انت عندك تمتلك حتى في عدد المحترفين اللاعبين المميزين ليهم تقلي هنو بيعمللك تسويق للدول بتاعك وعمللك ما عندك شي ده كلها بتبقى حاجات يعني ايه من المتوسط من ايه الكلاس التاني يعني او التالت كمان في الصورة فانا عاوز اقول حاجة بلاش من التحاضر الكرة بلاش للتحاضر الكرة انه هو يلجأ لبيان ها يعتقد انه هو ده هو ده الرد اللي شافه على انت عملت بيان انا هرد عليك ببيان بكلام ها اين الحل هو ده الحل يعني ازاي تحافظ على سمعة الدور المصري يعني انت انزعكت عشان ده اطلاقت ولم تنزعك عندما وصف الدور المصري بتاعك وتم التقليل منه والفيفة قال ده اضعف اربع دورات على المستوى العالم مفيش شعريات حركت ولا واحد فيهم العيب يا جماعة ما صحش طب لم تنزعك لما اتهم الدور بتاعك بانه الدور فاسد طب ما انزعكتش بالتصريحات اللي اتقالت ابارح ها اه بأحد البرامج انه لجنة مسابقات فاسدة وانه رجنة كذا والكلام ده طب قوي لما تطلع تتكلم انا شايف انه بيان لا يغني ولا يسمن من جوع سيبقى الوضع وانا بقولك اوه اخشى انه فاجئنا بامانة شديدة لانه خلاص البيان صدر ويتوزع على كل الاتحادات مش هتوزع على مصر يعني كل الناس هتشوف هيبقى عندك مشكلة كل واحدة يفكر ييجي هنا يقولك لا اعمل حسابي على كده وريني لا اراجع لا اركز لا اقرأ لا اعمل كذا لا هتديني بالدولار ولا هتديني بالديني طيب انت عندك ظروف صعبة ومر عليها الوضع المستقبلي بالنسبة للتعاقدات الاجنب هتبقى عملك شكلها ازاي هتقنع ازاي لعب انك تجيب لاعب اثنين وثلاثة واربعة مليون هتبقى مشكلة بالنسبة لك كابتن اسلام ناجدت عشان تجيب الدولار في ظل الظروف دي هتبقى مشكلة صعبة فانا شايف كنت اتمنى انو اتحاد الكورة يقول للجنة الاندية المحترفة يقول لهم يا جماعة والله احنا عندنا ممكن نقعد ونتكلم مع بعض ممكن نطرح مشكلنا ممكن نشوفنا عليكها